معطيات عديدة تعكس حجم الكارثة الإنسانية في السودان وذلك بعد مرور أزيد من سنة على اندلاع الحرب معطيات لخص بعضها مدير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية في السودان في شهادة صادمة حيث قال إنه شهاد أم تطبخ ترابا وأسرا تأكل أوراق الأشجار بسبب عدم توفر الغذاء وبلغة الأرقام فإن ما يقرب من 18 مليون سوداني أي أكثر من ثلث سكان البلاد يواجهون مستويات عالية من الإنعدام الحاد للأمن الغذائي هذا وباتت أزمة الغذاء مرشحة لتفاقم بسبب الأمطار الموسمية المقبلة والتي ستجعل التحرك في العديد من أجزاء البلاد صعبا وبالتالي صعوبة وصول أي مساعدات إن وجدت بالإضافة إلى عرقلة أي محاولة من السودانيين للنزوح وحسب منظمة الصحة العالمية فإن عشرة ملايين سوداني نزحوا داخليا منذ دلاع الحرب ويعد هذا أكبر عدد نزوح داخلي في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر